أعلنت الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية أن صافي عوائد مهرجان العالمين الجديدة سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة وأكدت الشركة أن هذا التبرع يأتي إيمانا منها بالدور الذي تلعبه المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا كما تضف إلى التخفيف عن كهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر بالإضافة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا كانت الشركة المتحدة قد أعلنت في بداية الموسم الصيفي انطلاق مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى والذي يضف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العالمين على خارطة السياحة المحلية والعالمية وأيضا زيادة فرص الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل